الحقيقة من يوم السبت اللي فات وستة أيام كاملة يرسم فيها الدم في غزة صورة ألم متكملة المشهد حطام ودمار وصراخ للأطفال والسيدات نيران تحاصر الأبرياء من السماء للأرض على طول القطاع وعرضه أطلال مباني سقطت على رؤوس أهليها وخطفت معاها أروحهم البريئة وأحلامهم اللي كانت بتأمل في حياء أمنا مشاهد الحقيقة سابت وحتسيب ذكرى أليمة وعصيبة في بيت كل بيت فلسطين وكل بيت عربي يعيش هذه الأحداث هذه الأيام على مدار ستة أيام كاملة عداد الشهداء موقفش في غزة عن الحركة عائلات بأكملها راحت تحت نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط حصار كامل لا يعرف للإنسانية والرحمة معنا قطع المية الغذاء الدواء الكهرباء وكأنه إعلان موت بطيء بمبركة من المجتمع الدولي والغربي تحديدا يرى بعين واحدة بل وأغمض عينه وصم أذانه ويتوعد ويهدد الضحية على الجانب الآخر كانت القاهرة مصر دائما ثابتة على موقفها بتاريخها الطويل في مسندة الشعب الفلسطيني الشقيق في عدالة قضيته وتحقيق أمله وحلمه في دولته المستقلة تحت علامها بأمن وسلام النهاردة تابعنا مع حضرتكم كلمة صيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي ألقاها سيادته هذه الكلمة الهامة للأمة العربية والمصرية والعالم أجمع وصلت أبناءه من خرجي الكليات العسكرية في حفل تخرجهم بمبارك للجميع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في هذه الكلمة للعالم كله إنه إقاف التصعيد والتمسك بمصاري التفاوض وتحكيم صوت العقل هو الخيار الوحيد لإحلال السلام في المنطقة أكد سيادته إنه مصر دايما وأبدا كانت في صدارة الدفاع عن قضايا الأمة العربية ولم ولن تغذلها أبدا وإنه أي صراع لا يؤول إلى سلام هو عبث لا يعول عليه يعني كمان أشار سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته إلى ضرورة تحكيم صوت العقل والعودة لمصاري التفاوض والأهم هو توفير أقصى حماية للمدنيين وتجنب سياسة العقاب الجماعي والحصار والتجويع الحقيقة يعني أهمية هذه الإشارة من سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بتأتي خصوصاً ولعالم كله شايف ما يمارس تجاه الشعب الفلسطيني في غزة من حصار من تجويع من مآسي يراها العالم كله أدو كذلك أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقياً وتظل قرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم شعب مصر العظيم واجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد ساغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلةً كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبداً